عشان ننال رحمة ربنا عشان ربنا ينجينا من الأزمات والمحن والشدائد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا باختصار ربنا يمون علينا بالهداية اللي احنا بنطلبها منه بنقوله اهدنا الصراطة المستقيم الهداية والرشاد والفلاح والنجاح والفوز العظيم في اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الفائزون صورة النور فوز الفوز بنقرأ ايضا في صورة النور إنما كان قول المؤمنين الهدى اللي أبله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله اللهم صلي عليه ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون السمع والطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وَلَمَّا يَرَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ كل اللي يؤمر بي صدق رسول الله اللهم صلي عليه عشان كده النبي علمنا عليكم بسنتي حبيت يكون ده موضوع حلقتنا وإحنا بنستكمل إزاي بقى نطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام إزاي نتمسك بسنة النبي إزاي يا جماعة من فردش في سنة النبي إزاي نحبب أولادنا في سنة النبي إزاي نحيا ونتحرك ونتنفس وناكل ونشرب بسنة سنة النبي اللهم صلي عليه حياتك كلها كل حياتك تبع على منهك سنة النبي قل إنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شارك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين جميل أول قلنا في سنة رسول الله وفي اتباع السنة حنجيب بقى سنة النبي في كل شيء اللهم صلي عليه حنقلد النبي في كل حاجة في الصلاة بينامي إزاي أبي يصحى إزاي بيروح إزاي بيجي إزاي بيدخل بيته إزاي أبي يخرج إزاي كل حاجة عن سنة النبي اللهم صلي عليه امتثالا لقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسواتهم حسنة واتفقتا مع حضراتكم على حاجة المهمين أوي يا رب ما ننساهمش الحاجة الأولانية اجعل لك نصيب من سنة رسول الله في كل شيء كل حاجة زي ما ضربنا مثال بسيط من سنة رسول الله العظيمة جدا 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 الضحة صلاة كده اسمها صلاة الضحة اجعل لك نصيب منها ما تسيبهاش خالص من سنن سيدنا النبي اللي علمها لنا السنن العظيمة جدا 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 قيام الليل قيام الليل ده فرض ولا سنة سنة يعني دأبوا الصالحين قبلكم تبقى أولي من أولايا الصالحين ده قيام الليل ده مطردة للداء من الجسد ده قيام الليل ده في الخير كله شوف فاجعل لك نصيب من سنة رسول الله ما تفوتش سنة من سنة للنبي عبدالسلام اتفقتنا وحضرتك وعهدنا الله على هذا وبيعنا سيدنا النبي على كده وعتنسى البيعة واخد بالك مبيعتك لرسول الله انك بتبيع النبي بيعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكرى في العسر واليسر احنا بنبيع سيدنا النبي بيعتك لسيدنا النبي البيعة لسيدنا النبي دي في حد ذاتها بيعا ربنا ربنا الليل قال كده ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيمة الخير جالك بقى فاحنا بيعنا سيدنا النبي على السمع والطاعة واحنا مش هنفرض في سنة من سنة رسول الله واجعل لك نصيب من نصيب من سنة رسول الله اعملك منها حاجة يعني اذا كانت الضحى ان شاء الله ركعتين قيام الليل ان شاء الله ركعتين شفت ازاي اجعل لك نصيب من سنة رسول الله اذكر الصواعي خاصة طويلة لا يقول لك منها كم ذكر بس اعملها اعمل منها حاجة شفت ازاي دي الحاجة الاول الحاجة التانية احنا بيجدنا اوقات كده بننشغل فبتنشغل عن الطاعة او السنة فاتيتك سنة والسنة دي في انواع سنة كده بتقضى يقضيها لانك لو تعودت على التفريط هتفرط لو تعودت على الكسل هتكسل لا ما تسيفش ولا سنة من سنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو احنا جينا اقولنا احنا هنعمل السنة لما نبقى فضين ابليس هيطلع لنا مئة شغلانا عشان يفوتنا السنة الحق ده فلان مستنيك برة الحق ده انت لازم تنضي على الورق دلوقتي الحق عشان انت مش عافق ايه الحق كل حياتنا الحق ما نلاقيش وقت للسنة ما ليخويا ما شاء الله بنلاقي وقت لمباراة خرة القدم عدا يطلع رمضان عبد المعزي يهاجم خرة القدم والله ما هاجمت ولا عملت حاجة تفتريش علي بنلاقي وقت لكل حاجة عندنا مش لقى وقت لسنة النبي عليه الصلاة والسلام